السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي ازايكم عملني? اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده هشرح ازاي تقرأ الوقت بطريقة صحيحة. لان في ناس لحد الان ما تعرفش تقرأ الوقت بطريقة صحة. فانا في الفيديو ده ان شاء الله ان شاء الله هقول لكم ازاي تقرأ الوقت ازا كان عن طريق ساعة حيطة او يد هما الاتنين واحد المفهوم واحد. انك تعرف تقرأ ازاي الوقت وانك ازا كان ديجيتل او ازا كان عن طريق العقرب بتاع الساعة او ازا كان عن طريق الارقام اللي موجودة في الساعة دي اللي بتبقى الحاجات الرقمية. ونبتدي ونقول بسم الله. بص. في الساعة هتلاقي في الساعة اللي انت هتشوفها دلوقتي دي. هتلاقي مكونة من تلات حاجات. مكونة مين? اقرب ثواني اللي هو عمال يتحرك ده كده. وعقرب اه دقايق وساعات. بص الدقايق وساعات مش بينين قوي. علشان اهو. بص. بص. عقرب الثواني اهو. ده اللي بتحرك اهو. وده عقرب الساعات وده عقرب الدقايق. العقرب الطويل ده. العقرب الطويل ده. ده عقرب الدقايق. والعقرب الصغير ده. ده عقرب الساعات. هتلاقي هتلاقي الموضوع ده في كزا في كزا ساعة. تمام? هتبص دلوقتي العقرب ده عقرب السواني. ده كل ما بيلف بيبتدي من الساعة اتناشر من فوق الساعة اتناشر عند الساعة اللي فوق ده كده. وبيلف ستين سانية وبيرجع تاني. اللفة دي كلها ستين سانية دي بتساوي دقيقة. ستين سانية دي بتساوي دقيقة. والعقرب بتاع الدقيقة ده برضو بيبتدي من عند الساعة طنوشرة. لما بيلف ستين دقيقة بيبقى ساعة. فانت دلوقتي عنك. وبرضو عقرب الساعة ده برضو. عقرب الساعة ده لما بيلف اربعة وعشرين ساعة بتعد يوم وهكزا. بتبقى فيه ستين ساعة ستين آآ سانية بتحول لديقة. ستين دقيقة بتحول لساعة. اربعة وشرين ساعة بتتحول اليوم. خلاص عشان تبقى انت عارف. عشان تقرأ التاريخ او اعزي تقرأ الوقت بطريقة صحيحة. بص. هتبص على العرب الصغير لو. العرب الصغير ده واقف على ايه? ما بين الاربعة وما بين الخمسة. ما بين الساعة اربعة. انت عشان تعرف تعد بالزبط هتبقى الساعة اتناشرة اهي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احد اشرة اتناشرة. تمام? فالعرب ده العرب الصغير ده واقف ما بين ايه? ما بين الساعة اربعة والساعة خمسة. فانت هتبص على عرض الصغير ما بين الساعة اربعة وخمسة. تبص بقى دلوقتي على من بعد الساعة يعني بص هتعد بقى ايه. ايه ده? خمس دقيق. عشر دقيق. معي هده كده من password للساعة واحدة دي. خمس دقيق. ع عشر دقيق. خمسة عشر دقيق. خمسة وعشرين دقيق. تلتين دقيق. خمسة وتلتين دقيقة. اربعين ديئة وكمان اتنين واربعين. يبقى كده الساعة كام? الساعة اربعة اربعة. تلاتة واربعين. هي لسه لسه العقرب الصغير ده ماوقفش عالساعة خمسة. بس هو وقف عالساعة اربعة وترحل شوية. لكن لسه العقرب ده ماوقفش عالساعة خمسة. ركز كده لما اجي الفه بص. اهو. بص هيبقى وقف كده عالساعة دلوقتي الساعة خمسة بالزبط. العرب هو دلوقتي الصغير واقف عند الساعة خمسة واقف دلوقتي عالساعة تناشر. لما تيجي تلفه كده كمان بص دلوقتي بيبتدي العقرب الصغير ده يتحرك ما بين خمسة لستة. يبقى كده هو الساعة كام دلوقتي? يبقى الساعة دلوقتي. هنعدي دي كده. هو لسه موقفش على الساعة ست. يبقى الساعة دلوقتي خمسة ونص خمسة وتلاتين ديئة. بص انا عملت لكم ورقة هنا حلوة قوي. الورقة دي عبارة عن ان انت ازاي تعرف تعد الورقة. بص. خمستاشر ديئة بتساوي ربع ساعة. يعني لو انت لقيت مسلا الساعة خمسة ووقفة على خمستاشر ديئة يبقى اسمها خمسة وربع. خمسة وربع ساعة. لو الساعة خمسة ووقفة عند تلاتين ديئة زي كده مسلا هتبقى الساعة خمسة ونص خمسة ونص تلاتين ديئة دي بتحسب ازاي زي ما احنا قلنا من الساعة تنشر للساعة واحدة خمس دقايق. خمس دقايق. عشر دقايق. اه خمساشر دقيقة. عشرين دقيقة. خمسة وعشرين دقيقة. تلاتين دقيقة. يبقى التلاتين دقيقة بتساوي في عورف المصريين او في اي حاجة. او في عورف الدول العربية اسمها خمسة ونص. خمسة ونص ساعة. لو الساعة مسلا خمسة وخمسة واربعين دقيقة هتبقى ستة الا ربع. هتبقى الساعة اللي بعدها تبقى الا ربع. بص. الساعة دلوقتي ايه? خمسة ونص. لو وقفناها دلوقتي يعني فضل ربع ساعة وتكمل ستة. فانت هتقول ستة الا ربع. الكون воات او مفهوم ده هتعرفه كسا ساعة. بص استهو الساعة دي اهي. عرب الثواني انت مش هتلاقي هنا عرب ثواني زي ما انا قلت كده Battlefield احنا مقفنا دي كده هتلاقي في عرب ثواني كان بيتحرك هنا. هنا مفيش عرب ثواني بيتحرك. بس بص لاكس كده في حتة البسيطة اللي تحت دي كده اللي هو ده ده. هتلاقي في عرب ثواني بتحرك تحت طبا. بظيء ди تغييرات في اشكال الساعات. يعني ده الطبيعي ان فيه ساعات بتعدل كده في اشكال الساعين. تمام? الساعة دلوقتي كم? هنقول دلوقتي هي Muh sigu كده من فوق. ساعة اتناشن. واحدة. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. العرب الصغير ده او العرب الصغير ده كده. كان الساعة اربعة وترحل. هيبقى هنقول دلوقتي اربعة وهنعد بقى كم دقيقة? ادي خمس دايق. عشر دايق. خمسة اشر دقيقة. عشرين ديئة خمسة وعشرين ديئة. هتبقى الساعة اربعة وخمسة وعشرين ديئة. تمام? الساعة اربعة خمسة وعشرين ديئة. او في ناس بتقول لك ايه? اربعة ونصف الا خمسة. اللي هو كانت المفروض يعني فاضل خمس ده وتكمل نصف. فبيقول لك اربعة ونصف الا خمسة. زي خمسة الا ربع. يبقى ايه? فاضل ربع ساعة وتبقى الساعة خمسة. وهكزا. تمام? ده كده عرب السواني اللي هنا. دي يجي نبص هنا. هتلاقي هنا عرب السواني مختلف. ما فيش عرب سواني هنا. وما فيش هنا عرب سواني. بس بص هنا كده بركز كيف الحتة صغلنا الماضي. بص هتلاقي في عرب بسيط بيتحرك ببطء. اهو. اهو ده. الساعة دلوقتي كم دلوقتي? الساعة دلوقتي. ادي الساعة اتناشر. اتناشر هو عرب السواني. عرب الساعات الصغير ده. اللي هو الابيض الصغير ده. واقف عالساعة اتناشر. وبيبص عالساعة خمسة. اهو. يبقى الساعة تناشر وخمسة. تمام? اهو. هنا برضو نفس النظام هتبقى الساعة الساعة كم دلوقتي? هتبقى اتناشر. هنعدي وياه كده عشان تحسبها بالزبط. واحد اتنين تلاتة اربعة. العمود العقرب الصغير ده ما بين الاربعة والخمسة. بس هو عدى على الاربعة. هتبقى الساعة اربعة ودخل على ونص. ساعة اربعة ونص. تمام? واخيرا الساعات الرقمية هي دي الساعة الرقمية دي من اسهل الحاجات الساعة كام دلوقتي ساتة الساعة اربعة لو انت مش عارف الاعداد بالانجلس اعرفها هتخش عالانترنت وتعرفها عادي ازاي واحد بالانجلس اتنين بالانجلس وهكذا الساعة دلوقتي اربعة وتمانية وعشرين دي favorite مش محتاج عقارب اربعة وتمانية وعشرين ديfulness يعني اربعة ونص لدقائتين يعني فضل دقائتين وتبقى الساعة اربعة ونص تمام واخيرا وليس اخيرا الساعة دي من اغرب الساعات اللي كمونك تشوفها في الساعات. اهو. الساعة كم دلوقتي? ركز كده. يعني لو انت عرفت الاجابة حاول تحفظها في سرك عشان انا اقول لك الساعة كام. بص شايف شايف العرب الصغير ده? اللي بيلف ده ده عرب السواني. ركز كده عرب السواني هم. عرب الساعات احنا قلنا اللي هو بيبقى صغير. عرب ده ايه كبير. عرب الساعات ده بصص على ايه? بصص على الساعة ما بين عشرة واحداشر. بس الساعة دلوقتي هتبقى عشرة عشان هو لسه ما تلاقش على احتاشر. هتبقى عشرة وبصص كده واربعين دقيقة. عشرة ايه واربعين دقيقة. الاربعين دقيقة اللي هي العقرب الدقيقة هو بصص عليه. ولساعة عشرة اهي ما بين الساعة عشرة واحداشر. وهو الساعة عشرة هو. فكده عشرة واربعين دقيقة. بس كده. يعني الساعة احداشر الا تلت. فاضل تلت ساعة وتبقى الساعة احداشر. بس كده. فاتمنى اتمنى لو حضرتك لسه ما بتعرفش تقرأ ساعات. او ما بتعرفش تقرأ الساعة بشكل بشكل دقيق. حاول تتفرج على الفيديو ده وتحفظه وان شاء الله هتعرف تخرج من الفيديو ده انك تعرف تقرأ ساعات بكويس. ومع التدريب هتلاقيك انت بتقرأها قسان وانت نايم اساسا مش محتاج انك تعرف فيديو. بس فاتمنى لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك بتشترك معناه في القناة احنا مش بنتكلم عن الساعات بس. اه او بنتكلم عن كزا حاجة في الساعات وكمان بنتكلم عن التخسيز بنتكلم عن العضلات بنتكلم عن الرياضة بنتكلم عن المعلومات العامة فاتمنى ما تبقلش علي تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو شكرا جدا لكم وكان معكم محمد تحسين من قناة صرشاجي والسلام عليكم رحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة